ورجعنا لكم وفقرتنا ريمونتادة ريمونتادة المرة دي صغيرة شوية لأن في حضرة بطولات النادي الأهلي وعظمتها الرد على المنافسين أهميته بتتضاقل ولكن ما نقدرش نعدي تصريح كابتن أحمد سمير فرج إن 2009 الدوري اللي خسره اللي اسماعيلي أمام النادي الأهلي في مباراة فاصلة كانت خسارة بفعل فاعل وكأن الدوري كله تغاضين عن ملابساته اللي محتاجين نتكلم فيها عايزين يا أحمد نقف ونرد عند النادي الإسماعيلي الأول هل أدير بحجم النادي الأهلي أدير بيه ولا لا عايزين نستعرض الاسماعيلي نفسه تحكميا استفاد من إيه في المسم ده قدام النادي الأهلي في مباراة مباشرة اللي هي المباراة اللي كانت قابل المباراة الفاصلة اللي خضها النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي الهدف اللي سجله النادي الإسماعيلي وفاس بيه على النادي الأهلي كان من رقلة ركنية غير صحيحة ما فيهاش أي حاجة يا كابتن أحمد سمير والغريب المفارقة أن أنت نفسك بطل اللقطة يا سبحان الله يعني أنت نفسك أكتر واحد مدرك أن أنت سجلت هدف فست بيه لولا ما كنتش روحت أصلا للمباراة الفاصلة وهو لم يكن من حق النادي الإسماعيلي كمان قدام المصرية للاتصالات النادي الإسماعيلي دي لقطة الدربة الركنية تأكيد على أن الركنية مش ركنية ما فيهاش أي حاجة قدام المصرية للاتصالات النادي الإسماعيلي استفاد بشكل واضح من هدف ملغي للمصرية للاتصالات لو شفنا الهدف هدف غريب جدا إلغاءه وغير مفهوم الإعادة حتبين لنا اللاعب بتاع المصرية للاتصالات كان متغطي بمسافة واضحة جدا 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 متغطي بفدان فالهدف ده ألغي بداع التسلل كل اللقطات دي يا كابتن أحمد حضرتك لو ما جملتش فيها تحكميا أو ما كانش حصل خطأ على افتراض حسن النواية حضرتك ما كنتش هتبقى موجود في المباراة الفاصلة إطلاقا الإسماعيلي أصلا ما كانش اللي ظهور فيها ولكن حضرتك بما أنك توقفت عند مباراة الجيش وأن النادي الأهلي استفاد تحكميا أحمد حيستوضح لكو هل النادي الأهلي بقى استفاد ولا لأنه مؤكد أن انت استفاد هو بس الفكرة كلها أن أي خطأ من دول كانت حسب صح عايز أقول أن الدوري انتهى بدون مباراة فاصلة والنادي اللي قالي كان متقدم الدورة ده وسابق بكتير جدا ولكن تقاكر في بعض المباراة الفكرة كلها أن المصرية للتصالات بسبب الخطأ التحكمي اللي قدام نادل إسماعيلي في الدور أو في الدور اللي هو قبل المباراة قبل الأخيرة هبط لو كان حق الهدف ده كما هيبقى في الدور يعني أدير بشكل قوي جدا تخال فريق بيهبط تقريبا ما سعدش تاني لمصرية للتصالات لكن تعالوا بقى للجانب الآخر والنادي الأهلي نادي الأهلي تزارم تحكميان في الدور ده اللي كان ممكن تحسم طبعا بما أن الإسماعيلي استفاد من الأخطاء التحكميان في مباراة الأهلي وإسماعيلي الركنية كمان في مباراة الأهلي وإنبي النادي الأهلي متقدم 3-1 ورقل الجزاء واضحة وصريحة لمحمد بركات الحكم كان وقتها محمد فاروق وطبعا ما تحسبتش ركلة الجزاء انتهت المباراة بالتعادل 3-3 عشان يفقد النادي الأهلي نقطتين لكن الحقيقة الكابتن أحمد سامير فرج اتكلم قال أن في أخطاء تحكمية وردة كتير لكن لو في خطأ تحكيمي بيبقى بشبه التواطق الأمر بيختلف يعني هو قال لك آه ورد أن احنا نستفيد تحكميا ورد قال يستفيد تحكميا إلا لو في شبه التواطق وأشار أن الكابتن ريشا أن كان فيه شبه التواطق فعدم احتساب هدف كابتن محمد أبو تريكا فاول لكن الحقيقة أن فيه حكم آخر أدار مباراة للنادي الأهلي هو الحكم الإسماعيل لاوي السيد فاتحي وهي مباراة الأهلي والشرطة تحامل على النادي الأهلي بشكل غير طبيعي جدا مشجع الإسماعيل لاوي مشجع الإسماعيل لاوي اللي كان بيحكم عدم احتساب هدف صحيح عدم احتساب هدف صحيح دي رقلة جزاء لمحمد أبو تريكا غير محتسبة وكمان إيه انزار على سيميليشن وكمان يعني أي حد في أي حكا ما يحسب دي راكل راكل الجزاء لصالح محمد أبو تريك لكن هو كان عادي جدا ويضوء عصاب طبعا ويضوء عصاب أما ده بقى يعني المفروض إذا كنا بنكلم في كيلو القال في راكل الجزاء فده في لفيا يا جماعة اللي هو رقم 2 لابس أحمر في منطقة الجزاء مضغط طبعا زي ما قلنا برضو ب2 كيلو وبيسجل الهدف ومع ذلك كل اللعطات دي أسهل تحكمها من مباراة الطلاق عصابة طبعا يعني سهلت جدا لدرجة نمان والجزاء قالك انت كل شوية صفارة صفارة لكن الصفارة دايما كانت ضدنا وكانت فيه صفارة أخرى باحتساب راكل الجزاء على أمير عبد الحميد في المباراة دي أنهت المباراة لصالح الشرطة واحد صفر لكن فلو المباراة دي انتهت بشكل طبيعي والحكم اللي طلع بعد كده ببرنامج إسماعيل لاوي في المباراة الفاصلة وقال لك أنا طبعا بتمنى النادي الإسماعيلي هو اللي يحايا الفوز أنا مشجع إسماعيل لاوي أنا بتشرف أن أنا بنتمي للنادي الإسماعيلي بالظبط فلو فيه أي شبهة تحكمية ده قبل المباراة الفاصلة بيوم أصلا فلو فيه أي شبهة مجاملة تحكمية فأعتقد هو الحكم السيد فاتحي لكن لو كابتن ريشا كان ممكن فيه راكل الجزاء لجلبرتو واضحة جدا لو هو عايز كان يجامل لنادي الآلي على الآلي كان يداله حقه اللي هي راكل الجزاء جلبرتو داخل الثمانتاشر ده مش كده وبس كابتن ريشا أصلا تاريخه مع النادي الآلي في مباراة الإسماعيلي زي ما شايفين حرقكم راكل الجزاء واضحة وقدام عينيه يعني هو قريب منها 200 تقريبا الكابتن ريشا لو هو عايز يجامل ما حسبش دي ليه يعني هو ده السؤال اللي ممكن بنسأله الكابتن أحمد سمير الكابتن أحمد سمير لو الكابتن ريشا عايز يجامل لنادي الآلي ما حسبش دي ليه راكل الترجيح السؤال التاني ان الكابتن ريشا أصلا تاريخه معنا يا فرس كان هيخصرنا بطول الكاس يعني هو هنا كان هيخصرنا بطول الدوري مستحقة كان كمان هيخصرنا بطول الكاس وبرضو أمام النادي الآلي كانت 2003 كان وقتها الكابتن إسلام الشاطر لسه في الإسماعيلي وعمل راكل الجزاء لو كابتن إسلام الشاطر نفسه الحكم كان حسب على نفسه راكل الجزاء ضد أسامة حسني كانت ممكن تطيح بالنادل آهلي في نهائي كاس مصر لكن قدر النادل آهلي يوصل لقلات الترجيح بعد ما كان متقدم وكمان الهدف اللي تعادل بالإسماعيلي في وجود الكابتن ريشا كان من خطأ واضح جدا على حمص قاعد راكلة الجزاء لو كابتن إسلام هسيبها راكلة الجزاء لا إحنا بنتغاضى كمان مباراة الطلاقة خلصت كامب ده دعم مفيش حد بيذكوره ده أنا عايزة أقولك أنها أصلا مكناش محتاجين نوصل للمرات الطلاقة يعني عدد النقاط مرات الطلاقة مكناش في حاجة دي مستفادة الإسماعيلي مقارنة الموسم ده تحكميا فاضح يعني مش من المواسم اللي حد يقدر يتكلم فيها عن أي حتى أخطاء لصالح النادي الأهلي يعني يا كابتن أحمد سمير حضرتك محتاج تراجع نفسك جدا في تصريحك ده وإن كان حضرتك بيكون لك تصريحات متزنة أخرى أنت نفسك في أز الصراع على البطولة ما بين بيرامدز والزمالك كنت حضرتك شايف أن النادي الأهلي بيحسم البطولات بشكل مختلف نقدر نشوف الفيديو الفيديو كابتن أحمد سمير اللي هما الكبار يعني أهلي وإسماعيلي وزمالك هتقول إيه أهم ما يميز ده وأهم ما يميز ده وأهم ما يميز ده لا واخرنا متفاقين اللي يعني بشكل عام هو نادي الأهلي هو أفضل نادي في مصر في كل شيء ليه أفضل نادي في مصر؟ لأنه لما بتخش النادي فعلا نهاني بسبب ما بكامش في كورة ولا بطولات ولا كلام ده لما بتخش النادي فعلا بتحس بفدق كبير جدا من تعامل من قدة لبس بشكل مختلف يعني فيه حاجات في لغة الكورة كده ما بتفرقش مع الناس بكوناس حتى تتاري علينا شوية زي الجاكوزي والسونة الحاجات دي ممكن ما تفرقش مع المشاجعين لكن بالنسبة للعيبة وشكل النادي بتهيئه لكن أنا كأحمد سمير لا أنا بالنسبة للنادي الإسماعيل هو رقم واحد عندي لكن أنا بقولك بمنتهى الأمان لا النادي الأهلي سابق بسنين ضوئية وييجي بعديد الوقتي أنا الأمانة برضو شفت منظومة معترمة ودي دجلة لو حضرتك بتتكلم عن الوقاقة اللي كانت خاصة بالتحكيم فاحنا ردين عليها ولو على رؤيتك للنادي الأهلي فحضرتك ردت على نفسك كابتن أحمد وليك كل اللي احترام مننا وأكيد النادي الأهلي بطولاته مستحقة لا ده كمان له تصريحات يعني كان طبعا حلقة كبيرة جدا وكان الكابتن أحمد سمير تقريبا بيعمل تصريحات مصيرة للجدل طبعا نتكلم عن فكرة عضو مجلس إدارة اتحاد القرى اللي قعد معاه في 2012 برغم أن النادي اللي هو عبدالله السعيد برغم أن عبدالله السعيد كان لقى في الأهلي وقتها في المباراة وبرغم أن اتحاد القرى كله أقيل يوم 2 فبراير يعني ما كانش فيه تواجد خالص والأهم كمان هو أحمد سمير فرج راح فين ده راح نادي الزمالك طب راح نادي الزمالك في شهر كام بأطرافه هو نصيا في شهر مارس يعني مش بس كده كانت القايمة بتاعت الزمالك مقفولة طلعوا أحمد حسن ودخلوا مكانه أحمد سمير فرج يعني بتعمل استبدال وكمان في توقيت غير توقيت الانتقالات الرسمية وجاي بيتكلم عن فكرة أن أنا أعدت مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد قرى القدم عشان يوجهه النادي الأهلي والحقيقة ما حصلش والموضوع ده تاريخي جدا ورجعوا الواقع تزاكي عثمان وكابتن ياكن حسين في وقع شهيرة جدا لما كابتن حلم زمورة كان مدير المنتخب خطفهم كده من النادي الأهلي وكان عبدالبقاء راح الكابتن عبدالبقاء راح عشان سجلهم للنادي الأهلي قال له خلاص الموضوع عندنا وأغروا اللعيبة بأنك هتلعب في الزمالك أساسي وبالتالي هتلعب في منتخب مصر لو بنتكلم عن استغلال مناصب وقيادات أعتقد الموضوع بعيد تماما عن كل من ينتمي للنادي الأهلي يا كابتن أحمد يا كابتن أحمد